في الشان التقوي استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الأحد بمقر الوزارة بليلي سيدي ماسيتلا سفير جمهورية إفريقيا لدى الجزائر بيان الوزارة أوضح أن المباحثات بين الطرفين تركزت حول تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية في مجال الطاقة والمناجم الموصوفة بالممتازة من جهته شدد الوزير بهذه المناسبة على فرص الاستثمار والشاركة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر لا سيما التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في إطار قانون المحروقات الجديد الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين كما أصر طرفان على تعزيز علاقات التعاون في مجال المناجم بالجزائر لا سيما البحث والاستغلال والإنتاج وتحويل الموارد المنجمية رغبين في رؤية تطوير المشاريع الواعدة التي تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة الجنوب إفريقية في هذا المجال